السلام عليكم بالفيديو السابق شرحنا طريقة فتح وانشاء حساب امازون افليت للربح من خلال التسوق بالعمولة اما في فيديو اليوم رح نكمل ونشرح طريقة اضافة معلومات الضرائب الى الحساب مشان نضمن وصول الارباح بدون اي مشاكل بلما نطول بالمقدمة كتير خلونا نروح على الشرح فورا اذا اصدقائي مثل ما انتم شايفين هاي هي واجهة الحساب اذا ترجمنا الصفحة رح نشوف فيه عندنا هون تنبيه او ملاحظة لا تدع التأخير يمنعك من الحصول على اموالك يحتاج صاحب الحساب الاساسي الى الانتهاء من ملء المعلومات الضريبية اذا مطلوب منا اضافة معلومات الضرائب رح نضغط على ارسال المعلومات الضريبية رح تفتح معنا هالصفحة كمان رح نترجم الصفحة فيه عندنا هون اخر خيار الحالة الضريبية الحالية في الولايات المتحدة غير مكتمل رح نضغط عليها رح يفتح معنا نموذج الملف الضريبي ورح نبلش بملء المعلومات على الشكل التالي بالبداية ما هو تصنيفك الضريبي؟ طبعا رح نختار فرد بعدين هل انت مواطن امريكي او مقيم في الولايات المتحدة؟ رح نختار لا بعدين هل تعمل كوسيط او شخص يتلقى الدفع نيابة عن شخص اخر؟ كمان رح نختار لا بعدين اكتب اسمك الكامل بهالفراغ طبعا لازم يكون نفس الاسم يلي فتحت فيه الحساب ونفس الاسم الموجود على الهوية يعني لازم يكون فيه تطابق بين الاسماء بعدين رح نختار البلد يلي نحن مقيمين فيه طبعا لازم هون ارجع على اللغة الاصلية مشان يبين معي اسم تركيا بعدين رح ضيف عنواني بالتفصيل بفراغ الادرس ورح ضيف اسم الولاية او المحافظة بعدين اسم المدينة او المنطقة بعدين رح نكتب الكود البريدي للمنطقة بعدين رح نحدد خيار نفس العنوان الدائم هون بهالفراغ مطلوب الرقم الضريبي اذا عندك رقم ضريبي ضيفه هون بعدين رح نضغط على اكمل بعدين رح نختار مكان تقديم الخدمات خارج الولايات المتحدي بعدين رح نضغط على حفظ ومتابعة هاد هو شكل النموذج الضريبي النهائي رح حدد مربع الاقرار بانه انا الشخص المحدد بالنموذج ورح اكتب اسمي الكامل بالفراغ فراغ التوقيع واخر شي رح انزل اضغط على ارسال النموذج مثل ما انتم شايفين تم التحقق من صحتها لقد تم استلام معلوماتك الضريبية وتم التحقق منها بنجاح طبعا معدل الاستقطاع المطبق صفر بالمية وهيك بهالطريقة فيك تضيف معلومات الضرائب الى حساب امازون افليت بكل سهولة بالفيديو القادم ان شاء الله رح نشرح طريقة اضافة معلومات الدفع الى الحساب مشان استلام الارباح هاد كان كل شي بخصوص فيديو اليوم بتمنى تكونوا استفدتوا منو ويا ريت ما تنسوني من الدعم عن طريق الاشتراك بالقناة اذا ما كنت مشترك وتفعيل زر الجرس مشان يوصلك كل شي جديد على القناة ووصلوا هالفيديو الى اكبر عدد من اللايكات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته